فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ويدل كثير منها على تحريم التشبه بهم في العيد مثل قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم فإن موجب هذا أو موجبه تحريم التشبه بهم مطلقا نعم تشبه بهم في العيد من النوع الأول من المحرم من التشبه المحرم فلا نتشبه بهم في عيدهم لا في موافقتهم فيه ولا في أن نصنع مثل صنيعهم وكذلك قوله خالف المشركين ونحو ذلك نعم خالف المشركين من تشبه بقوم فهو منهم يدل على أن الأصل في التشبه بغير المسلمين أنه محرم لأن النهي يقتضي التحريم إلا إذا دل دليل على صرفه إلى الكراهة نعم ومثل ما ذكرنا من دلالة الكتاب والسنة على تحريم سبيل المغضوب عليهم والضالين وأعيادهم من سبيلهم قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالمغضوب عليهم هم اليهود وكل عالم لا يعمل بعلمه من اليهود وغيرهم والضالون هم النصارى وكل من يعمل بالبدع بدون علم فإنه يكون من طريق الضالين فالذي يعمل بالبدع يكون من الضالين والذي لا يعمل بالعلم يكون من المغضوب عليهم فنحن نسأل الله يجنبنا السبيلين سبيل المغضوب عليهم وسبيل الضالين ومن ذلك المشابهة فإن المشابهة لهم إنما هي من سلوك سبيلهم قالوا اعيادهم من سبيلهم إلى غير ذلك من الدنيا اعيادهم اعياد اليهود والنصارى والكفار والمشركين من سبيلهم ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فهذه من سبيل الاعياد الكفرية من سبيل المغضوب عليهم والضالين فنحن نتجنبها إلى غير ذلك من الدلائل قال رحمه الله فمن انعطف على ما تقدم من الدلائل العامة نصا وإجماعا وقياسا تبين له دخول هذه المسألة في كثير مما تقدم من الدلائل وتبين له أن الشيخ رحمه الله ذكر في هذا الكتاب وفيما مر علينا أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن أقوال الآئمة الأربعة وأقوال غيرهم من الآئمة تحريم التشبه نعم التشبه بغير المسلمين فالأعياد تدخل من طريق الأولى في ما سبق من الأدلة لأنها تمنع أعياد المشركين وأعياد الكفار عموما أنها تمنع في حق المسلمين ويتميز المسلمون بأعيادهم الشرعية ترجمة نانسي قنقر